علينا أن نعمل على مواجهة الطاعون هذا إن أردتم كان شعار الجميع في مدينة وهران لكن الاختلاف كان على الوسيلة فالأب الكاهن بانيلو مثلا كان يحرد الناس على مواجهة الطاعون من خلال إقامة الصلوات والأدعية وإبداء فعل الندم والتوبة لأن الطاعون كما يراه غضب إلهي يعني حل بالمدينة في حين أن ريو الطبيب واللديني لا كان يرى في هذه الدعوة من بانيلو نوع من الاستسلام لمشيئة قدر غيبي وكان يرى فيها دعوة لتثبيت الهمم وإقعاد الناس وإشاعة الذعر وتشتيد جهد المبذول طبعا في مواجهة الطاعون وحتى أنه كان يرى في دعوة الكاهن بانيلو تقييد لحرية الإنسان من خلال حث الإنسان على الإذعان كما قلت لي مشيئة قدر غيبي متحكم فريو كان يرفض الاستسلام وكان يقول علينا أن لا نستسلم علينا أن لا نستسلم أبدا علينا أن نكافح ولابد من النصر لابد من النجاح فالنجاح ممكن في عرف ريو لمن ينشد الحرية ويرفض الاستسلام لليأس وللذعر ترجمة نانسي قنقر